مصر بقى هذه قصة اهلوية شوف انا بكلمك دوغري اهلوية يقول لك الزمالك خد الدوري بالحكام لا لا الزمالك خد الدوري بالكورة ولما كان جمهور الزمالك ومنصات زمالكوية بتقول ده الاهلي نادي الدولة ونادي بياخد بطولات بالتحكيم بقاله خمسين سنة انا كنت برده موجودة في اليوتيوب ما فيش فريق بكتبها كمان يعني ما فيش فريق ياخد مية وثلاثين بطولة او مية واربعين بطولة بالحكام ما بيحصلش يعني دي حجة انا ما بحبش الحجة وتحديد الدوري عوز حسن الدوري تحديدا عكس بطولات الكاس الدوري مستحيل حد ياخده بالتحكيم ممكن الحاكم لو انصفك في المباراة فانت عندك مباراة كاسية لازم تكسبها كمان هنعترف بقى عشان بس بما اننا قاعدين لوحدين هم حد ياخد باله يلا يلا عادينا وما حدش حاسبين الحكام على مدى تاريخ الكرة في مصر بيجملوا الاهل والزمالك بوضوح وانتهى الزمن بتاع حسين امام وعلي انديل ومصطفى كامل منصور يعني انتهى الزمن ده طبعا فيه شباب كتير ما يعرفش الاسماء دي حسين حسين امام عم حمادة امام بيحكم مطش اهل والزمالك وحمادة امام بيلعب حد قال ده زمالكاوي ده مش عارف ايه كابت اللاطيف قاعد يزيع متشارك في اهل والزمالك طول عمره طول ما وهو زمالكاوي ولعب في الزمالك وداري في الزمالك وحكم دولي لغاية ما بز الحكاية ما احنا قررنا نبوازها بان احنا جيبنا لأ حكم محايد مسكندرية مع تأديري للجميع لكن احنا ليه ما سبناش الناس تبقى هي الناس تبقى بالكفاءة تبقى بالاحترافية ليه عملنا التصنيف ليه شككنا تسببنا في ان احنا نصدر الشك الى جمهور الاهل والزمالك في الحكام بتاعتنا اللي عمل كده هو ده مش مديق مش عارف يدير هو لقى في مشكلة حصلت في مئة عقبة سنة ستة وستين او حصلت مشكلة مش عارفين فرحناه المتشاط من الاهل والزمالك في الملعبين تروح الستاد حصلت مشكلة في الستاد سنة واحد السبعين فقالك لقى بقى احنا نجيب حكم من بره حكم اجنبي صدرنا احنا الحكاية صدرنا كان حسين امام بيحكم للاهل والزمالك وهو عم حمد امام يعني يعني واخو يحي الحرية امام ومحدش بيشاكك ومحدش بيقول ومحدش بيشاكك ولا حد كان بيشاكك وكنا بنقول عليه يعني ابويا كان مصميم الامبراطور بقراراته الصارمة والحاسمة شكرا 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 شكرا